قلد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العالي الصباح اليوم كوكبة جديدة من الضباط رتبهم بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطا بالجيش الكويتي وقد هنأ وزير الدفاع الضباط الجدد بعد أدائهم القسم القانوني على حصولهم بثقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نوافل أحمد جابر الصباح حفظه الله ورعاه ودع الشيخ حمد جابر العالي الصباح الضباط الجدد إلى العمل والبذل والعطاء للوطن وأن يكونوا أهلا للثقة والمسؤولية الملقاة على عاتقهم متسلحين بالعلم والتدريب متعاونين فيما بينهم عاملين بروح الفريق الواحد مع إخوانهم من منتسبي الجيش الكويتي كما وجه وزير الدفاع الضباط الجدد للعمل بكل إخلاص وتفان لخدمة الوطن وحمايته والذود عن ترابه مبتهلا إلى المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والعزة والرفع في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهما شكرا شكرا